السادة محمد يعني شاهدنا المباراة ممكن الشرطة مو بيومه ولكن كانت هناك اعتراضات بأكثر مناسبة للكادر التدريب نادي الشرطة على القرارات التحكيمية التحكيم اليوم كان مو طبيعي نتهادئ من بداية المباراة الى اخر ستة وعشرين ثانية ولكن بالكرة الاخيرة وكل الناس شافتها اللي احنا من جبنا المباراة وحسين هادي راح على السلة لو هاي فاول ونقطين يطون اياها زين احشان المباراة تنقلب ثانيا البين جمالتي يعني قاموا كلها شافت ان هاي فاول قاموا من حيلهم هم صارهم ساعة فريق الحلة يقوم ويقعد يقوم ويقعد ما تقع علي فاول فاني انت اثنين من اللواعيبي مؤشرات الشنو مؤشرات انه يعني التحكيم وهي ما مو يعني مو يعني احنا اليوم الفريق اولا عندنا خمسة سهل ويعني الحالة النفسية للفريق بسبب خسارتنا لا ثاني اللاعب اللجنبي بموجود ولكن هذا لا يمنع انه احنا جبنا المباراة جبناها ولكن التحكيم اذانا وهي الاخير النوم وراها يعني فرق ثلاثة سوى طريق الحلة سوين عليهم فاول ولكن دقون متعمد اذا النقلة الكرة فاول ومتعمد وراحت علينا هاي الامور تنطي مؤشرات بانه التحكيم مكان عادل في المباراة يعني ما اعرف شاقول والله ما يعني فاول فني ومتعمد والفريق متنافس حتى ما تندق سيد محمد خلا انا اشهر موضوع لان انا من متتبعي الدور السلوي مسألة انه الشرطة يخفق امام التضامن وامام الحلة مسألة غير طبيعية لا مسألة طبيعية اولا احنا ما عندنا لعب اجنبي واللاعب الاجنبي شفت حتى بالحلة لعب اجنبي مؤتم زين اثنين وثلاثين نقطة يسوي فارق ثانيا عندنا احد اللاعبين اللي هو اساسي مو بيومي عدك حسان لاعب اساسي بالفريق بالشوط الثالث يالله نزلته لان مريض كان بالمستشفى البرحة احمد حمزة اخذنا للمستشفى اي شنسوي يا اخي هذا فريقيان هذا الموجود فالحمد الله على كل شي وان شاء الله نشوف احنا لو ندارك موقفنا اللعب الاجنبي ذا اجه ان شاء الله بعد يومين ولكن يعني انا ما اعرف هاي السلم العراق يعني لازم يرادلها وقفة وقفة من ناحية التحكيم معروف يعني والله ما حجيت من بداية المباراة الى نهاية يساي ستة وعشين تأمي اخوة